اشتركوا في القناة القمر الان موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 25 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج بما ان القمر من الان لغاية ساعات الصباح في برج الاسد فبيظل الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعن التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعن اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لانا اما بالنسبة للزوايا طبعا في عنا زاوية اللي هي ذكرنا انه هاي راح تكون قبل خلو المسار ذكرناها يوم امس ولكن هاي زاوية تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح اول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون دروتها ساعة ثنتين وثمان دقائق عصرا من عصر يعني من موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء طبعا هاي زاوية تأثيراتها شوي زي ما حكينا هي لساعات الصباح فمن واجه مصاعب عرقيل ابتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحظوظ بيف تقرن بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ايضا يعني تعتبر من عصر او مساء اليوم الثلاثاء هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس ويعني هاي صار القمر محدب هاي الزاوية راح تكون الساعة ثلاثة واحد وخمسين دقيقة عصرا بدوقية جرينتش يعني تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي راح يبدأ مساء الليلة الليلة الثلاثاء الساعة ثلاثة واحد وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر خلو المسار لغاية صباح اليوم الاربعة لغاية الساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة صباحا هاي كلها فترة خلو المسار عشان هيك هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بكون انتقل واستقر في برج العذراء عشان هيك من ساعات الصباح من نعود لطبعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا في العبدور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود في هاي الفترة هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين شرب الكحول وبوس عن اقتناع حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد أو البدء في وظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطية طبعا الزوايا المتصلة حاليا من زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 17-12 الساعة 6-11 دقيقة مساء من يوم 12-12 بتصير ذروتها بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن أنها تسبب لنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تشكل واليوم ذروتها في عنا زاوية بطيئة هي زاوية تربيع السلبية بين الشمس وبين نبتن اللي بدأ تأثيرها من يوم 11-12 ورح تستمر لغاية يوم 18-12 اليوم ذروتها الساعة 5-9 دقائق مساء بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في عالم من الأوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبرضو هذه الزاوية بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكوم ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة لحكوم ما أو تعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفانات وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعية وكذلك ارتفاع في أسعار النفط يعني كله بتركز على السوائل أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل مع القمر فهي زاوية وحيدة هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر طبعا تاثيرات هاي الزاوية من ساعة الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان أما من ساعات الصباح فبصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية اللي هي من الصباح وما بعد البنكرياس العمعاء الدقيقة الأعور القلون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما فيه أي مشكلة وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد وأيضا هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لخلو المسار القادم طب بما أن القمر سيكون في برج العذراء خلو المسار القادم سيبدأ يوم الجمعة 16-12 بيبدأ في تمام الساعة 17-12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 7-48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر اليوم طبعا عمر القمر انحسار المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 57-53 دقيقة مساء بصغير عمره 22 يوم نسبة الإضاءة بتصير 68% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 منتحسة الآن بنسبة 25% في ساعة الصباح بتصير منتحسة بنسبة 50% القمر في الأسد ورح ينتقل للعذراء ورح يضل في العذراء حتى يوم 16-12 منتحسة الآن بنسبة 10% بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 15% أما في ساعات الصباح فبصير سعيد بنسبة 45% ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 70% أما في ساعات المساء فبيتراجع شوي فبيرجع سعيد بنسبة 45% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجدي حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زوحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معاهم من الآن لغاية ساعات الصباح وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بأي مجال الظروف ملائمة لكل الأمور تقريباً ولكن في ساعات الصباح بتكوا تنتبهوا لصحتكم ولا أعمالكم لأنه بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد خلال هذا اليوم وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فعشان هيك بتركزوا على صحتكم اللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع طبيبه برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنك ما تفقد الاتزان ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أو بعض الأعطال أو التصليحات المنزلية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فالأجواء بتصير إيجابية جداً تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي وعا مستوى التقرب من الأحباء برج الجوزاء من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكثر عندكم برضو الاتصالات والتناقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم تتمتعوا بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتكم مناقشة أي أمر عندكم سرعة بديها وقدرة على الإقناع عالية جداً ورح يكون لكم اهتمام إما بالسيارات أو بالإلكترونيات أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي أو مناسبة معينة تنشغل فيها خلال هذا اليوم أو تلفت انتباهك برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي من الآن لغاية ساعات الصباح وهذا المكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لاسياً مشراء حاجية ثمينة وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع ممكن تعالجوا بعض الأمور اللي إلها علاقة بالفوتير أو الدفعات أهم شيء ما تتسرعوا بتوظيف الأموال أما من ساعات الصباح فبتنشطوا في التنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات قدرة الإقناع عندكم عالية وسرعة البديهة بتساعدكم في كثير من النقاشات خلال هذا اليوم برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضي كمان النشاط عندكم عالي جداً وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي هذا اليوم بيحمل إنفراج وتقدم ملموس بعد أيام كانت ضاغطة شوي صحيح بلشتت حسن بالأيام الماضية ولكن اليوم الطاقة أعلى وأعلى أما في ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم الأهم شيء تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع يعني الإهتمامات ستكون مالية خلال هذا اليوم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً ما زال التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وراح يظل لغاية ساعة الصباح فحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتنمروا من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فبتكوا برضو تحذروا من أي شيء جديد ما تبدأوا بأي شيء وما تتخذوا قرارات حاسمة أما في ساعات الصباح فهنا القمر بوصل عندكم تمتلقوا نشاط وحيوية وبتنغلب بعض الخيارات والتوجهات لا تناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن لغاية ساعات الصباح ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتقدر تطلب المساعدة من أي صديق أو من زملائك جيرانك من أي شخص الأجواء جيدة اجتماعيا وأيضا جيدة على مستوى علاقاتك ولكن عاول أنك ما تفرض سلطتك على الأصدقاء لأن القمر باتجه باتجاه بيت متاعبك في ساعات الصباح بيكون وصل بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهم شنكو ما توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض برج العقرب بيتركز اهتمامكم من الآن لغاية ساعات الصباح حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي أنك تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية خلال هذا اليوم أم من الآن لغاية ساعات الصباح أما في ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص خلال هذا اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو حفلة سعيدة أو من لقاء بعض الأصدقاء أو اتصال بيجي مفاجئ برج القوس من الآن لغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم الأجواء يعني من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت الأجواء جيدة ممكن تلتقي بوجوه أو آراء أو ثقافات يعني عندك نقاشات وحوارات واتصالات كثيرة أما في ساعات الصباح القمر بيصير في البيت العاشر فهنا بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعي خلال هذا اليوم ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وما في داعي للمجازفات والمغامرات برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبكم إطالة الخلاف ولا الزعل حاولوا لا التسريع وتقريب وجهات النظر طبعا هذا كل الأمر إلى غاية ساعات الصباح فابدكوا تنتبهوا برضو على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما من ساعات الصباح بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خلال هذا اليوم خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء جيدة ودعم لإلكم بتكون على مستوى الاتصالات مع الأجانب أو أمور العلاقة بأوراق ووثائق ومعاملات إن كانت هجرة أو قانونية برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن حول إنك ما تنفعل وحول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال علجوا كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة أما في ساعات الصباح فهنا القمر بتحرك للبيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حول وتنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت راح يكون فيه اهتمامات كثيرة خلال هذا اليوم للوضع المالي حاولوا تنفيذ مخططاتكم وأموركم والتزاماتكم دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر بدأ فيه مراحل المقابلة فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحدكم حاولوا أنكم ما تسمحوا للواجبات لا بالتزامن ولا بالتراكم لأنه الآن طاقتك بلشت تنزل لأدنى مستوياتها خلال هذا الشهر طبعا فيه ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك بك تنتبه لعملك ولا صحتك صحيح من ساعات الصباح ترغبوا في تعزيز شركاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم إن كان شركاء مال أو شركات عاطفة حذروا من الخلافات وحاولوا أنكم ما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء